طلبة طالبات دبلوم المدارس سنوية الصناعية قسم التركيبات والمعدات الكهربية مرحبا بكم في احدى حلقاتنا من التلفزيون المصري قناة التعليم الفني ابننا وبناتنا بنرجع تاني لمادة الالات الكهربية والوقاية نكمل مع بعض منهجنا لهذا العام في هذه المادة من المواد المهمة والتئيلة اللي احنا بنقول عليها كل مرة ابننا وبناتنا كنا قلنا من بداية الحلقات في قناتنا قناة التعليم الفني من التلفزيون المصري ان من المواد التئيلة جدا مادة الالات الكهربية والوقاية لانها ستين درجة زائد المعمل عشرين درجة اي نعم برضو مادة الرسم من مادة تمانين درجة ابننا وبناتنا كنا خلصنا وشرحنا مع بعض وكان في بعض الاسئلة لابنانا وبناتنا جاوبنا عليها في قناتنا على اليوتيوب وجاوبنا عليها في قناتنا هنا في تلفزيون المصري المؤلدات التوافقية انتهينا منه في الشرح وكمان ارجو ان بعض ابنانا وبناتنا اتصلوا وبعتوا قالوا ان احنا في بعض الاسئلة وجاوبنا عليها لباب المؤلدات التوافقية النهاردة هنكمل مع بعض ان شاء الله تكملة لباب المؤلدات او الالات التوافقية الا وهو المحرك التوافقي او المحرك التزامني او المكسف المتزامن من اللفظ ان المحرك التوافقي خدنا كلمة التوافقي من المؤلد يبقى المؤلد التوافقي وده احنا شرح قبل كده في حلقاتنا في قناتنا هنا في قناة التعليم الفني وكمان هنكمل مع بعض المحرك التوافقي المحركات المتدمنة او المحركات التوافقية احدى المحركات المهمة جدا في الحياة العملية في الوقت الحالي لو قلنا استخدامها على اساس ان احنا هنقول اهميتها القصوى في حياتنا العملية يكفي ان انا اقول لك بند واحد من ميزاتها عشان نبدأ في شرحها بالتفصيل لانك انت هتواجه بعض الاشياء في الشر منها ان هذا المحرك يحتاج لوسيلة لبدء حركته اه شفت الاجابة يعني محرك هيجيب محرك تاني يدوره بقول لحضرتك ايوه ده ممكن كمان يحتاج الى طيارين المحرك هذا المحرك يستخدم كمحسن لمعامل القدرة ودي نقطة مهمة جدا اللي احنا هنبني عليها شرح الحلقة بالكامل على وهو المحرك التوافقي يستخدم لتحسين معامل القدرة حاولها كده قبل ما نبدأ الشرحة عشان وإحنا بنشرح الاسئلة تهدى شوية لا هنقول لو انا عندي على سبيل المثال القدرة في الوجه الواحد مثلا البي بتساوي الاي في البي في كوزين فاي مثلا نبقى المثال القدرة اللي هي بالواط وهنا الطيار طيب عارف ان انتم عارفين الرموز بس تصبروا علي وهنا الضغط وهنا معامل القدرة لو اللي اتنين دول مثلا بنقول بمية ومعامل القدرة باربعة من عشرة يبقى القدرة هنا تطلع اربعين واط اربعين واط طيب احنا لو عملنا تحسين لمعامل القدرة خلينا خمسة من عشرة يبقى القدرة هنا هتبقى خمسين واط احنا قلنا مثال بسيط معناها ان ان المحرك التوافقي كمحسن لمعامل القدرة بس مش بالقدر الكافي اللي خليني استغنى عن انشاء محطة توليد للطاقة او رفض عليكم ايوا كده مصحصحين ان انا اضع مولد توافقي على التوازي مع الشبكة يبقى المحرك التوافقي من احدى استخداماته لتحسين معامل القدرة على الشبكة هنقول هذا الكلام مع الشرح بالتفصيل في حلقتنا النهار بداية بنقول المحرك التوافقي او المحركات التذامنية نقول تعريفها مع بعض بدايتنا على شاشتنا تطلع التعريف مباشرة بيقول ايه التعريف على الشاشة بيقول عرف المحرك التوافقي وما سبب تسميته بهذا الاسم المحرك التوافقي هو آلة كلمة موتور يعني تأخذ طاقة كهربية تحولها الى طاقة برضى عليك الى طاقة حركية او ميكانيكية يبقى تعريف المحرك التوافقي هو آلة تحول الطاقة الكهربية الى طاقة حركية هزود كلمتين بهذا الصدد ايه هما كلمتين يدور بسرعة التوافق يدور بسرعة التوافق سبب تسميته بهذا الاسم لان سرعة المجال الدائر تساوي سرعة العضو الدائر تب ايه دول بقى طيب نشوف التعريف الاول ونقوله هو آلة كهربية تحول الطاقة الكهربية الى طاقة ميكانيكية وبسرعة ثابتة هي سرعة التوافق ابنانا وبناتنا عشان نقول سرعة التوافق اللي هي ان ودي حنقولها كده مع بعض الان اللي هي سرعة خد بالك من الالفاظ لان احنا هنحتاجها فيه الابواب فيما بعد سرعة المحرك التوافقي هي هي سرعة العضو الدائر هي هي سرعة المجال الدائر هي هي سرعة التزامن ايوة زي ما قالت بنتنا كده يعني هي نفس سرعة المولد بربع عليك اني دي بنجيبها منيني اسادزة تمام ايوة شبابنا صحي وكده الاف بتساوي البي في الان على اتنين في ستين ومنها الان بتساوي الاف في اتنين في ستين على البي هي دي سرعة المجال الدائر وصرعة العضو الدائر وصرعة التذامن في المحرك التوافقي كلها سرعة واحدة كلها سرعة واحدة المحرك التوافقي من بداية الحالة احنا قلنا هي عليه ابنانا قلنا من المحركات المهمة جدا في الحياة العملية ممكن przedstaw ممكن اوي ان انا بدل ما اعمل عملية التوافق ابنانا وبناتنا فان بربع عليك التوافق احنا اخذنا فيه المولدات لعملية ادخال مولدين معا على التوازي لرفع كفاءة تشغيل الشبكة ودي كانت احدى المميزة طيب المحرك التواثق احنا عرفنا عنه انه سرعته ثابتة ثابتة يعني ما اقولش مثلا مطور المية عندي في البيت بياخد عندي اربعة قط بديله الكهرباء يديني 1500 اما جئيس عن طريق التاكوميتر لو عدد السرعة حيديني 1450 1400 الكلام ده سابق الاوانه اللي هي بنقول عليها نسبة الانزلاق لكن المحرك التوافقي 1500 يبقى لازم شوف اقول اياه كلمة ايه لازم ان انا حط التاكوميتر او ايس التاكوميتر عدد السرعة يديني ال 1500 تماما ما يقلش لفة او يزيد لفة ودي احدى اهمية استخدامه سرعته سابتة وطبعا من احدى ايوبه ده بالنسبة ليه التعريف طب لو قلنا كمان جاءت تسميته منين شاشتنا جميلة انطلعت هلأ على الشاشة بتقول ايه ومن ذلك جاءت تسميته بالمحرك التوافقي او المتزامن ايه قد بالك من الكلمة متزامن سرعتي لسرعة العضو الدائر مع سرعة المجال المغناطيسي معنى ذلك ان سرعة المجال المغناطيسي تساوي سرعة العضو الدائر ليس بينهما فرق ودي مهمة جدا في المحرك التوافقي ابنائنا وبناتنا تعالوا نشوف مع بعض تاني هنا هنبدأ نقول تركيب المحرك التوافقي لو انا قلت لحضراتكم كلمتين وانا بكتبهم كده ياريت تفهمون كويس اوي تماما مثل المولد التوافقي حضراتكم ممكن تقولولي التركيب انتظر منكم الاجابة ولا نقولها مع بعض بقول تماما مثل المولد التوافقي صح كده برضو عليك بنت من بناتنا بتقولي هو تماما يبقى التركيب واحد ولكن نظرية العمل تختلف بربو عليكم عشر على عشر عشر على عشر نرجع تاني لبداية حلقاتنا في التلفزيون المصري بتقول قانون فرضاي للمولد اذا قطع موصل ساحة مغناطيسية فانها تولى قوة تعمل على تحريك هذا الموصل لقوة الحركة طب قانون فرضاي للمحرك اذا وضع موصل يحمل طيارا كاربيا في مجال مغناطيس فانها تنشأ قوة تعمل على تحريك هذا الموصل هنعيد تاني للمولد اذا قطع موصل ساحة مغناطيسية فانها تنشأ قوة دفعة كاربية اما في المحرك اذا وضع موصل يحمل طيارا كاربيا في مجال مغناطيسي فانها تنشأ قوة تعمل على تحريك هذا الموصل بنتنا واحنا من ديها قالت لنا ايه قالت يختلف نظرية العمل هنا بنقول الفطرة بتاعة المصريين قارن قالك اللي اتنين تركيب واحد طيب ما لو تركيب واحد ونظرية عمل واحدة مش هقدر اقول محرك ومولد اكيد في حاجة مختلفة شوف صورة البديئة قالت ايه قالت يبقى هنا النظرية العمل تختلف وده الصح المولد اللي هو الدينامو بالحقيقة باللفز العامي ان احنا بنقوله ايه بنديله حركة بناخد منه كهربا اما المحرك اللي هو المطور حضرتك بتديله كهربا تاخد منه ايه حركة يبقى اختلفت ايه نظرية العمل يبقى التركيب وزي ما كتبناها وشاشتنا طلقناها واحنا بنبتبع تماما مثل المولد طيب المفروض ان حضراتكو هتجاوبوا على هذا السؤال تعالوا نجاوبوا كده وجها لوجه المولد او المحرك التوافق وتركيبه عبارة عن ايه واحد العضو الثابت وعضو داير حضرتك قلت لنا في حلقاتنا قبل كده مدام قالة يبقى فيها عضو ثابت وعضو داير العضو الثابت يشتمل على واحد الهيكل الخارجي تمام تمام الهيكل الخارجي يصنع من مادة غير معناطيسية ما بين قصين الصلب الملحوم الانتيمون الالمونيوم وظيفة الهيكل براف حماية الالة من الصدمات الخارجية حمل رقائق وملفات العضو الثابت براف عليك براف عليك هم دول ولادنا اللي احنا بنأمل انهم يكونوا احسن مننا يبقى العضو الثابت اول حاجة الهيكل وقلنا بيصنع من اين ووظفته ايه رقم اتنين البنات صح رقائق من الصلب السيليكوني المجمعة والمعذولة عن بعضها على هيئة دوائر مشكوك بسطحات داخلي مجاري طولية توضع بها ملفات العضو الثابت في النص كده نذكر بقى ابنائنا كده بيقولوا ايه فيها اش معنى او علل الصلب السيليكوني رقائق الصلب السيليكوني طيب الاجابة بتقول زي ما قالوا ابننا هي عبقى لتقليل مفاقيد الحديدية او التخلف المناطيسي والطيارات الاعصارية ده اللي احنا بنأمله فيكو ابنائنا وبناتنا ان انت بكون مذاكر والاجابة حضرة حضرة يعني زهن صافي وجاهز يبقى اول حاجة قلنا الهيكل ثم رقائق العضو الثابت ثم الملفات والملفات اللي هو السلك والسلك يصنع من النحاس الاحمر المعدوي معزول بورنيش او قطن او ميكا او او دي حسب القدرة الملفات ثلاثية الاوجة تصنع من سلك النحاس الاحمر المعزول ويفضل ان توصل نجمة بيلحقوني في الكلام يفضل ان توصل نجمة لعدة اسباب حقول لحضرتك وحضرتها ارجع لي المولدات او ارجع لي المولدات قلنا لتقليل السلك بنسبة جزر 3 طيب الملفات وهنا حنوقف وده الفارق الفارق بين المولد والمحرك ده الفارق الوحيد الملفات في المولد ملفات المنتج او ملفات العضو الثابت كنت باخد منها قوة دفعة كاربية اما في المحرك فبديها قوة دفعة كاربية اه يبقى ملفات في المولد اه يبقى الملفات في المولد بيستنتج بها القوة دفعة كاربية اما الملفات في المحرك فبيستنتج بها المجال الداير المجال المناطيس الداير الناتج من مرور طيار كاربية متردد في ملفات العضو الثابت فينشأ عنه مجال مناطيث ثابت القيمة ولكنه متغير في الاتجاه او يغير موضعه من نقطة الى اخرى العضو الثابت للمرة التانية هيكل خارجي رقاق العضو الثابت ملفات العضو الثابت طبعا قلنا التصنيع وقلنا السبب وقلنا الوظيفة لكل جزء طيب ايه رأيكم؟ هنقول مع بعض التركيب من تاني مع شاشتنا هنا في التلفزيون المصري واحد العضو الثابت اتنين العضو الدائر نبدأ مع بعض ويعني زي ما انا في الكنتورو تطلقونا الرسمة مباشرة قدام حضاراتك وطبعا المحرك التوافقي هنا جايبينه على اساس ان هو محرك استنتاجي لكن احنا بناخد الشكل العام للمحرك التوافقي وهنا بالنسبة لحلقات الانزلاق ومع الفرش الكربونية والمحرك التوافقي ايوة جاوب بسرعة قبل ما ابدأ انت قلت حضرتك تماما مثل المؤلد يبقى في حلقات انزلاق وفرش كربونية طبعا الهيكل الخارجي من برة ودي هنا الحلقات بتعطيه للادارة ثم العضو الدائر اللي احنا عاملين في مقطع هنا لو خدنا رسمة تانية هنشوفها بهذا الشكلة ادي عمود الدوران طبعا هتقولي ان ده محرك توافقي ده محرك استنتاجي ولكن احنا خدنا الشكل العام وقادي نقطة التلامس حلقات النهاية الغطائن الدرج بتاعي او المدرج بتاعي ازاي بتحطي الملفات ملفات العضو الثابت الاشارة بتاعتها الهيكل من هنا ده عمود الدوران عمود الدوران احنا قلنا الكلام ده خدناه في المؤلدات ولكن زملائنا طلعونا الرسم على في الكنترول على اساس ان احنا نذكر بعضنا بالشكل العام تعالوا نشوف مع بعض العضو الثابت من اللي بيكتب ولا انتم اللي اتملونا نكتب مع بعض العضو الثابت هو العضو الذي يحمل الملفات التي يتولد بها الطيار الكارابي المفروض ان يتولد بها المجال المناطيسي هنا الكلام بتاعي الشكل العام ده العضو الثابت من جوة وده قطاع بتاعي بالنسبة للرقائق رقم اتنين يتركب العضو الثابت من الهيكل الخارجي وقلنا وظيفته ايه ويصنع من ايه اتنين رقائق العضو الثابت من رب عليكو شراح الصلب السيليكوني ورقم ثلاثة ملفات المنتج اللي هي ملفات العضو الثابت العضو الضاير العضو الضاير حنقف في جزئية صغيرة العضو الضاير يختلف لنوع الالة ونحن قلنا هذا الكلام في المولدات التوافقي العضو الضاير ينقسم لنوعين براف عليكو ابنانا وبناتنا على طول معانا يقولوا عضو اقطاب بارزة واقطاب غطسة صح براف عليكو ليه لان احن قلنا كلمة كتبناها بايدنا تماما مثل المولد التوافقي تماما يعني اقطاب بارزة واقطاب غطس حاضر حنراجع المقارنة حاضر يبقى هنا العضو الضاير ينقسم الى نوعين عضو داير زو اقطاب بارزة وعضو داير زو اقطاب غطسة تمام يبقى يختلف تصميم يبقى انا عندي العضو الضاير ينقسم لنوعين اقطاب بارزة واقطاب غطسة تماما مثل المولد التوافقي براف عليكم ده اللي احنا عايزينه طيب يعني نقول المقارنة ولا نسيبها لكم حضراتكم تكتبوها هنقولها برضو للتذكرة مش للمذاكرة المذاكرة حضراتكم اللي بتذكروا فيها تمام يختلف العضو الدائر حسب نوع الالة نوع الالة هتعمل كده زي المولد هقول لك اه هو اقطاب بارزة ولا اقطاب غطسة القدرة بتاعته عالية ولا القدرة بتاعته منخفضة هنا بيختلف النوع بتاعي تعالوا نشوف مع بعض هنا شاشتنا بتطلع ايه في العضو الدائر يختلف تصميم هذا العضو باختلاف نوع الالة المحرك وسرعته كما يختلف عدد الاقطاب المناطسية المركبة عليه تبقى لاختلاف تردد الطيارة مطوبة سرائد دورانو انواع العضو الدائر في المحرك التوافقي ينقسم لنوعين العضو الدائر ذو الاقطاب البارزة العضو الدائر الاستواني اللي هو ذو الاقطاب الغاطسة الشكل العام للاقطاب البارزة اللي هي رقائق من الصلب السيليكوني على هيئة حذاء الفرس ركز كده على هيئة حذاء الفرس مجمعة ومعزولة عن بعضها على هيئة حذاء الفرس وتوضع على حدافة الحدافة اللي هي جمع جميع الاقطاب اللي عندي وهنا واخدين منها قطاع ونشوف هذا الكلام طبعا مع توصيلة الفرش الكربونية دي البكرة بتاعت الملفات اللي هنا بتركب على بالشكل اللي احنا شايفينه ده ده القطب بتاعي خلاص وهنا بنركب البكرة اللي عليها السلك بهذا الشكل دي الاقطاب البارزة الاقطاب الغاطسة بهذا الشكل الاقطاب الغاطسة اللي هي عبارة عن رقائق من الصلب السيليكوني المجمعة والمعذولة عن بعضها على هيئة دوائر مشقوق بسطحها ايوة تعليت حسك مستر حاضر لانها مشقوق بسطحها الخارجي مجاري طولية توضع بها ملفات العضو الدائر ملفات الاخماد السياخ الاخماد وحضراتكو يعني شرحناها في المولدات ودي من الاسئلة اللي احنا قلناها في المولدات اللي هي موظيفة ملفات الاخماد في كل من المولد التوافقي والمحرك التوافقي والمحرك التنافري في المولد التوافقي تقلل من اثار الدفاع العضو لاستنتاج ومنع اهتزاز الآلة بص على رقم ثلاثة الناس اللي بتذكر معنا تستخدم كبدأ حركة في المحرك التوافقي ايه هي ملفات الاخماد تصنع من قطان من النحاس وتوضع في مجاري باحزية الاقطاب ثم تقصر من الاطراف بقطان نحاسية مكونة قفى السنجاب وفائدة هذه الملفات تلاشي تأثير رد فيها العضو الاستنتاج اخماد الاهتزازات التي تؤثر على سرعة التذامن في المولدات لكن عندنا هنا في المحرك التوافقي تستخدم كعضو دائر قفص سنجاب لبقى دي حركة المحرك التوافقي في حالة استخدام الآلة المحركة او المديرة ايه رأيكم في اللي جاية دي هتحنقولها مع شاشتنا كده برفض عليه المقارنة بين الاقطاب البرزة والاقطاب الغطسة مقارنة ودي ابنائنا وبناتنا احنا جبناها في هذه الحلقة لسبب للتذكرة وليست للمذاكرة المذاكرة حضراتكو اقدر بيها مننا انتو ولادنا اللي بنذكركوا بالمذاكرة اللي انتو ذكرتوها حدا هي راجع معنا ولا ننقلها من على الشاشة نرجع مع بعض نرجع مولد زو اقطاب هنقول لنا بلاش كلمة مولد دون محرك يستخدم في محركات السرعات البطيئة يستخدم في السرعات العالية يضار بواسطة التوربينات مائية يضار بواسطة التوربينات بخارية تحد السفير مزعج اثناء الدوران في الاقطاب البرزة لا تحد السفير اثناء الدوران في الاقطاب الغصف عدم انتظام الصغر الهوائية بين العضو الدائر والسابت في الاقطاب البرزة هنا انتظام الصغر الهوائية تهوية غير منتظمة ومعرض لعدم الاتزان في الأقطاب البرزة تهوية أفضل ومتزن دينماكيا القطر المحوري كبير في الأقطاب البرزة والطول المحوري صغير أما في الأقطاب الغطسة العكس قطره صغير وطوله المحوري كبير نظرية العمل للمحرك التوافقي عايزين يا ابنانا وابناتنا نتكلم فيها شوية لأنها هيجي عليها أسئلة كتير في الامتحانات المحرك التوافقي من أحد الأساسيات في أسئلة آخر العام ليه؟ احنا قلنا في بداية الحلقة من المحركات المهمة جدا جدا في الحالة عملية وإحنا قلنا فايدة من فويده على أساس نعرف أهميته المحرك التوافقي بيجي لك منه 3-4 أسئلة والإجابة واحدة تعالوا نكتبهم مع بعض وبعدين نجاوب عليها في الشرح مع شاشتنا شاشة التلفزيون المصري أولا أول حاجة بيقول اشرح نظرية العمل للمحرك التوافقي بنفس الصيغة علل بنفس الصيغة علل يحتاج المحرك التوافقي لوسيلة لبدء حركته علل بنفس الطريقة لا يبدأ المحرك التوافقي حركته من تلقاء نفسه يحتاج علل برضو يحتاج المحرك التوافقي إلى طيارين لتشغيله كم سؤال كم سؤال الأد أربعة يا شاشتنا كمان سايبها لك على الشاشة عشان تنقلهم ليه الأسئلة بتيجي متشابهة والإجابة واحدة مين اللي هيجاوب بربع عليه كنتوا لاتنين مع بعض بربع عليه اللي فهم واللي سمع واللي فهم شرح المدرس وذاكر وراه الأربعة أسئلة اشرح نظرية العمل للمحرك التوافقي دي مباشرة يحتاج المحرك التوافقي لوسيلة البدء حركته دي غير مباشرة لا يبدأ المحرك التوافقي حركته من تلقاء نفسه يحتاج المحرك التوافقي إلى طيارين لتشغيله لأربع أسئلة الإجابة واحدة قالوا وهي نظرية العمل للمحرك التوافقي نظرية العمل للمحرك التوافقي أبنائنا وبناتنا لابد إن احنا نفهمها كويس أو وتعالوا نقولها كده باللغة العامية أي مطور في الدنيا تدي له كهرباء بيعمل يبي يشتغل صح؟ مطور الغسالة مطور الميا مطور التلاجة بتدي له بتحط الفيشة في البريزة وتبتري تشتغل إلا المحرك التوافقي المحرك التوافقي في مشكلة احنا قلناها في التعريف قلناها في التعريف بمعنى إيه بقى إن أنا هدي للمحرك التوافقي زيه زي أي مطور هدي له الطياريك العربي هينشع عنه إيه هنا الخبرة بتاتك طب أنا مش هرسمها وحطلها لك على الشاشة ونقعد نشرح فيها تعالوا نشوف مع بعضي كده هنقولها إزاي المحرك التوافقي بص الرسمة طلع جميلة أول انت ديت لملفاته العضو الثابت طيار متردد خد بالك من الكلام ديت لملفاته العضو الثابت طيار متردد نشع عنه موجة جيبية على شكل أو موجة جيبية طيار متردد وطيار ثابت القيمة ولكنه متغير في الاتجاه مرة موجبة ومرة سالبة اتفقنا يبقى هنا عند مرور طيار في ملفات المنتج طيار كهرابي متردد ينشأ مجال مناطيس دائر على شكل موجة جيبية مرة موجبة ومرة سالبة هيعبر الصغرى الهوائية بص الرمز بتاعك حتى الرسمة الموجودة على الشاشة ليجد الأقطاب أمامه قطب جنوبي وقطب شمالي تمام نفترض بأنه من بعد كده أن الموجة الموجبة وقى تحت منها القطب الجنوبي الموجة الموجبة وقى تحت منها القطب الجنوبي يبقى أصبع عندي كده مجالين محصلة تفاعل المجالين هينشأ عزم دوران تمام هيديني اتجاه دوران لأعلى مثلا طيب تعالى بقولي الكلام ده هنا الموجة السالبة يقع تحت منها القطب الشمالي هينشأ مجالين المجالين محصلة عزم الدوران هتكون لأسفل تخدت بالك من الكلام تبني عدة تاني عشان انتو اللي تقولوا ليه احنا بنحتاج لآلة مديرة عند مرور طيار في ملفات العضو الثابت لمحرك التوافقي طيار متردد ينشأ مجال مناطيسي دوار متردد ثابت القيمة ولكنه يغير موضوع من نقطة الى اخرى على شكل موجة جيبية مرة موجبة ومرة سالبة نفترض ان نصف الموجة الموجبة يقع تحت من القطب الجنوبي محصل التفاعل مجالين ينشأ عزم دوران لآلة وفي نصف الموجة السالبة ينشأ عزم دوران لأسفل وبتساوي العزمان وتضادهما في الاتجاه ونتيجة عزم القصور الذاتي العضو الدائر هيفضل وايف العضو الدائر هيفضل وايف مش هيشتغل المحرك الحل السؤال لنا الحل هنفضل كده لا اللابد ان تدور الاقطاب الاقطاب اللي هي الشمالي والجنوبي بنفس سرعة المجال الدائر تاني لابد ان تدور الاقطاب بنفس سرعة المجال الدائر يعني برافا لي نحتاج لوسيلة مساعدة نحتاج الى وسيلة مساعدة وده اجابة السؤال اول الاربع اسئلة اللي احنا قلناها كلهم واحد علل يحتاج المحرك التوافقي الى وسيلة البدء حركته يحتاج المحرك التوافقي طيارين لتشغيله لا يبدأ المحرك التوافقي حركته من تلقاء نفسه اشرح نظرية العمل هنقولها تاني ملفات العضو الثابت اديتها طيار متردد هينشأ عنا مجال مناطيسي الثابت القيمة ولكنه يغير موضعه من نقطة الى اخرى يعبر الى ايهنمين الاقطاب مرة شمالي ومرة جنوبي فالنص المجح الشمالي او المجابة في النص المجح المجبة يقع تحت القطب الجنوبي هيديني عزم دوران في اتجاه ونص المجح السالبة هيديني عزم دوران في اتجاه المعاكس اصبح مجالين متساويين ومتضدين في الاتجاه المحرك هيوقف والحل قالك لازم العضو الدائر اللي هي مين بربع عليكم الاقطاب البرزة او الغطسة تدور بسرعة المجال اللي اتنين لازم يكونوا سرعة واحدة ومن هنا جاءت تسميته بربع عليكم بالمحرك التوافقي سرعة المجال الدائر تساوي سرعة العضو الدائر اللي هي الاقطاب فهمنا يعني ايه المحرك التوافقي وليه سمي بالمتزامن لان سرعة المجال الدائر تساوي سرعة العضو الدائر وده قلنا في بداية حلقتنا من تلفزيوننا المصري هنا ان احنا في بداية الحلقة قلنا الان هي ايه سرعة التزامن سرعة التوافق سرعة المجال الدائر سرعة العضو الدائر كلهم حاجة واحدة في المحرك التوافقي نظرية العمل أبنانا وبناتا بيجي عليها أسئلة كتير جدا ومن الأربع أسئلة اللي احنا قلنا عليهم وإحنا شرحنا نظرية العمل بالتفصيل عشان كده لأنه من المحركات المهمة جدا في الحياة العملية طيب دي نظرية العمل اللي احنا قلناها والشكل أنا عايز أشغل المحرك التوافقي هشغله إزاي قال لي معنا حاضرتك هنجيب آلة مديرة تقول له ما شاء فيش طريقة أسهل لا فيه أبنانا وبناتنا فين رب عليكم هنستخدم ملفات الإخماد اشرح مع الرسمة كيفية بدء حركة المحرك التوافقي بمساعدة محرك خارجي متهيالي دلوقتي تقدرش تقول لي هنجيب محرك يدور محرك انت عرفت ليه عرفت ليه هجيب محرك يدور محرك التوافقي بالذات لأنه لابد أن تدور أدور سرعة العضو الدائب بنفس سرعة المجال الدائر تعالوا نشوف مع بعض الإجابة هتكون إزاي محرك استنتاجي هجيب محرك استنتاجي ودي عندنا في المعامل في تسعة وتسعين في المائة من معامل قسم التركيبات والمعدات الكاربية في مدارس مصر كلها معمل اللفول وإن شاء الله نشرح لكم تجارب المعمل لنا بإذن الله آدي بجيب محرك استنتاجي بسميه المحرك الخارجي أو المحرك المساعد زي وزي مين كده أيوه بربعليكو زي المولدات أيوه خليكو صحيم معايا كده بجيب محرك استنتاجي خد بالك من الكلام وصل أطراف العضو الثابت له بالتوالي مع أطراف العضو الثابت للمحرك التوافقي وهنا معايا مقامة تنظيم الجهد على ملفات الأقطاب اللي هتتغذى بعد كده بطيار مستمر تغذى بعد كده بطيار مستمر يعني حضرتك عايز محقلة مديرة وعايز طيار متردد وعايز طيار مستمر وهو ده من ضمن عيوب المحرك التوافقي شوف حضرتكو الكلمة بتجيبها لوحدها والشرح بيجي لوحده انت هتحتاجين ايه لطيارين طيار متردد وطيار مستمر ملفات الأقطاب وهتحتاج أيضا لآلة مديرة يعني محتاج آلة مديرة ومحتاج طيارين أنا بقولي الكلام ده ليه إن حضرتك وحنا بنقول اللي أربعة اسئلة قلنا يحتاج إلى طيارين هندي أعمل ايه حضرتك هتبتلي تشغل المحرك الالسنتاجة توصله بالمنبع هيبتدي دور معا مين العضو الدائر للمحرك التوافقي أنا ما فيش مشكلة عندي في سرعة المجال الدائر ليه يا دوبك هوصل ملفات العضو الثابت بمنبع الطيار المتردد حيديني المجال الدائر في ملفات العضو الثابت للمحرك التوافقي لأن المجال الدائر سرعته إيه؟ برب عليك ثابتة ولكنه يغير موضعه من نقطة إلى أخرى تعالوا نشوف بقى خطوات التشغيل إزاي هشتغل بالمحرك المساعد نشوف مع بعض كده خطوات تشغيل أولا شوف حنا شرحناها إزاي على الرسم يدار المحرك الاستنتاجي ليدير مين العضو الدائر للمحرك التوافقي يبقى أول واحد أول حاجة بشتغل مع آلة المديرة رقم اتنين الكلمة دي هسألكو فيها تغذى أقطاب المحرك التوافقي بطيار مستمر أقول السؤال لماذا؟ هتقول للحفاظ على سرعة العضو الدائر للحفاظ على سرعة العضو الدائر شوف رقم ثلاثة هتقول لنا إيه؟ عند توافق المحرك لحظيا مع المنبع يغذى العضو الثابت بمنبع الطيار المتردد طيب أبنائنا وبناتنا هنقول خطوات تشغيل المحرك التوافقي مع بعض أولا بشغل المحرك التوافقي الاستنتاجي عن توصيله والمنبع هيشتغل معا مين؟ العضو الدائر للمحرك التوافقي ركز معايا كده لأن السؤال ده حيجيلك في ديتين ثلاثة كمان لا تقصر أطراف ملفات الأقطاب للمحرك التوافقي واخدوا بالكو السؤال حيجيلك حيجيلك يبقى أنا بشغل المحرك الاستنتاجي الأول بوصله بالمنبع بيدور على نفس عمود الإدارة بتاعه العضو الدائر للمحرك التوافقي مع عدم قصر أطراف ملفات الأقطاب للمحرك التوافقي أنا هوصل المحرك لاستنتاجي الأقصى سرعة عليه بقول تقترب من سرعة التوافق تقترب من سرعة التوافق وبعد كده أبتدي أفصله وسيبه شغال كده على الفاضي التوافقي بلحق بغزي ملفات مين؟ الأقطاب بطيار مستمر العضو الدائر يبدأ شغال وفي نفس الوقت بوصل ملفات العضو الثابت للمحرك التوافقي بطيار مطرد يبه هنا بيسمى توافقي إن أنا بوصل سرعة العضو الدائر إلى أن تتساوى مع سرعة المجال الدائر دي خطوات التشغيل للمحرك التوافقي تعالوا نشوف مع بعض تاني هنا ثم آخر حاجة أنا قلت هنا إيه يفصل المحرك الاستنتاجي ويحمل يعني أبتدي أشغاله بقى على الشبكة أو أشغاله في الآلات التي تحتاج لسرعة سبتة طب دي طريقة باستخدام محرك مساعد ركز معي هنا في الكلمة دي ولصعوبة عملية التوافق يتم توصيل المحرك التوافقي على التوالي ودي احنا قلناها في الرسم مع ملفات العضو الثابت للمحرك المدير اللي هو الخارجي والرسمة يمكن لو طلع التاني معك هي خد بالك احنا عملنا إيه بدا ما ده منفصل وده منفصل واللاتين يتصلوا عن طريق عمود اللي ايه الدوران يعني امطلع إيه لك الرسمة كاتبين محور الدوران قلت بما توصل ملفات العضو الثابت بالتوالي مع ملفات العضو الثابت للمحرك بحيث هنا يكون المجال تقريبا واحد يكون المجال هنا ايه تقريبا واحد على أساس اننا متعبشي واعمل عملية توافق للمحرك التوافقي مع الشبكة ولذلك كتبنا ايه لصعوبة اجراء عملية التوافق مع الشبكة لكن هي مش مستحيلة وللتسهيل فقط لغي طب الطريقة التانية المفروض حضراتكو بقى تجاوبوا على هذا السؤال هي ايه بقى اشرح مع الرسم كيفية بدقة حركة المحرك التوافقي بالمحرك الاستنتاجي المكون داخل اقطاب المحرك التوافقي حد ايجاوب معي ولا اتكلم ايوه بربع عليكم حضرتك قلتها في التركيب استخدم اسياخ الاخمات اسياخ الاخمات ودي هنحاول نرسمها مع بعض انا عندي هنا ملفات العضو السابت اللي هي تتغذب المنبع الطيار المتردد وقادي الاقطاب الاقطاب عندي هنا الموجب والسالب اللي هما المفروض يتغذب طيار ايه مستمر بوضع هنا في حزاء القد اسياخ الاخمات اللي هي معمولة بالنوعات ايه اسياخ الاخمات دي اه لا احنا شرحناه في اول حالة مش هنشرحها تاني هنا بقول ايه انا مش هقصر دولة اللي هي ملفات مين؟ العضو الساب العضو الاقطاب مش هقصرهم هسيبهم كده قدام مني عن طريق حلقات الانزلاق وحوصل المنبع حيدور المحرك كأنه قفص سينجاب بواسطة اسياخ الاخمات بس مش هيوصل للسرعة القانونية اللي انا عايزها بعد فترة من الزمن لتتعد حوالي خمس ثواني ابتدي غزي ملفات الاقطاب بطيار مستمر سرعة العضو الدائر هنا تبتدي تزيد الى ان تصل الى سرعة المجال الدائر الى ان تصل الى سرعة مين؟ المجال الدائر تبالكلام ده موجودش معاملنا الدراسية في جميع مدارس مصر تقريبا في معمل اللاف بولد وحدرك زملائنا الافاضل في المدارس هتلاقيه بيعمل لك تجربة المحرك التوافق بيفتح لك البرواز بتاع المحرك التوافق يقول لك خد بالك ده متوصلة مع كذا ودي متوصلة مع كذا هتشوف فيها اسياخ الاخماد وتقريبا كلها من الاليمونيوم تقريبا كلها من الاليمونيوم المعمل اللي نازل للمدارس كلها من الوزارة هتلاقي الشكل بتاعه كأنه قفص سينجاب ذي المطور اللي حضرتك بتشوفه في التدريبات العملية اللي هي الورشة يبقى انا بعمل ايه بدل محرك كهربا حيبتلي دور بس كأنه ايه قفص سينجاب كأنه قفص سينجاب بعد ما يخلص سرعته هتلاقي الزرار موجود في المحرك التوافقي على اليمين هترفع ملفات الاقطاب تبتلي تخش في الدائرة تبتلي عن طريق الفرياك هتزود الطيار المستمر تلاقي سرعة المحرك عمالة تزيد معاك التاكوميتر مكتوب عليه كم قط بمثلا اربع قط هيوصل لغاية الالف وكمسمائة هتوقف طيار المستمر على كده طب لو اتنين قط هتوصل تزود طيار التغذية الى ان يصل الى تلات تلاف لفة على الدية باعتبار ان تردد جمهورية مصر العربية ربنا يحميها جميعا يا رب خمسين زبزبة على الثانية نولة تاني نولة تاني لان حضراتكم هتنفذوا هذه التجربة في امتحان اخر العام اللي هي اختبار المحرك التوافقي هتشغل المحرك التوافقي انك هتوصلوا بالمنبع وبعد ما توصلوا بالمنبع طيار متردد هيبتري دور كأنه استنتاجي قفص سنجاب وبعد فترة تبتري ترفع الزرار اللي على يمين المحرك مباشرة يدخل معاك ملفات الاقطاب تبتري تزود طيار التغذية على وهو الطيار المستمر لغاية معاك ويكون معاك التاكميتر توصل لسرعة التوافق توصل لسرعة التوافق طبعا الطريقة دي اسهل بكتير جدا من نجيب محرك مساعد تعالوا نشوف مع بعض كده والكلام موجود في الرسمة لو خدت بالك كده بدي حركة المحرك التوافقي بتركيب قفص سنجاب خدت بالك القفص سنجاب فين والفرش الكربونية فين وقادي الحلقات عند القفص وقادي حلقات الايه الانزلاق طبعا ملفات الاقطاب احنا وقضين منها قطاع زي رسم بتاعنا في سنة اولى تعالوا نشوف مع بعض السؤال مش انا قلت لحضراتكو هسألكو يجب عدم قصر اطراف ملفات الاقطاب الاجابة ليه انت ما قصرتش اطراف او سبتالي لانه يستنتج بها طيار كبير يسبب تولد عزم مضاد يسبب العضو فرمالة العضو الدائر عندما تصل سرعته الى سرعة التوافق يعني انت لو قفلت ملفات الاقطاب على نفسها اول ما يوصل سرعة التوافق المحرك يقف انت ما عملت ايه ولذلك حتى لو انا بكلمك بقولك انت بترفع الزرار اليمين يعني بتدخل ملفات الاقطاب في الدائرة بتكون مفصولة لكن ما بتبقاش سايبة السؤال التاني برضو او تعريف علل يجب توصيل مقاومة مادية بملفات الاقطاب قيمتها تساوي من عشرة لخمستاشر مرة من قيمة مقاومة ملفات الاقطاب مقاومة ملفات الاقطاب مقاومة سلك فالمقاومة بيكون صغيرة بنخاف من طيار بدء الحركة بنخاف من يعني قبل ما جاوب وتطلع على شاشتنا قبل التغذية بالطيار مستمر طلعها كده وذلك للحد من طيار المستنتج بها نتيجة قطع المجال الدائر لها الا وهو برفع عليك طيار بدء الحركة ورد فيها العضو الايه للسنتاج الكلام ده ابنانا وبناتنا درسناه في بداية المولدات في بداية المولدات بقلل من قيمة طيار بدء الحركة ودي لها قصة تانية كتيرة جدا في المحركات الاستنتاجية اللي حضرتكم بتستخدموها في الحالة العملية دي مطور المية ومطور التلاجة ومطور الغسالة احنا بنقول الامثلة اللي حضرتك شايفها لابد ان يكون فيه طريقة للحد من طيار بدء الحركة تعالوا نشوف كده خواص المحرك التوافقي ويارد تكتبه معايا واحد عزم الدوران في المحرك التوافقي ينشأ من المجالين الاتيين المجال الدائر الناشئ في ملفات العضو الثابت وهو يتوقف على جود المنبع وطيار الحمل المجال المناطيس الناشئ في الاقطاب المناطيسية والذي يتولد عنه قوة دافع كهربية مضادة في ملفات العضو الثابت في سؤال هنا عرف ذاوية الحملة هي زاوية تخلف كهربية تنشأ عن تحميل المحرك بين القوة الدفع الكهربية المضادة وجهد المنتج بسبب ان اقطاب العضو الدائر والتي تدور بنفس سرعة المجال الدائر تحاول التخلص من هذا الارتباع هي مش عايزة تدور بنفس السرعة فبتحاول تطلع فبتحصل هنا زاوية الحملة وهي تزيد مع زيادة الحمل الى مقدار يجعل المحرك يخرج عن سرعة التوافق وينشأ عزم مضاد يعمل على فرمالة المحرك ويسمى بعزم الانقلاب عزم الانقلاب هو العزم المضاد الذي عنده يتوقف المحرك التوافقي عن الحركة تماما اشرح مع الرسم تأثير طيار الاقطاب على المحرك التوافقي عند حمل ثابت اللي احنا بنسميه في بعض الكتب منحنة الفي او منحنة السبعة تعالوا نشوف مع بعض المنحنة بيقول ايه لما كان طيار المنتج كبير بص ركز كده لو طيار القوة دفع كاربير مترددة وطيار التغذية لو طيار مستمر صغير كان معامل القدرة في الفترة دي متأخر متأخر طيب لو انا قللت طيار المنتج وزودت معايا طيار التغذية معامل القدرة يبتدي يتحسن طيب زودت طيار التغذية كمان معامل القدرة يبتدي يزيد وبالتالي لو زودت طيار الحمل يعمل او تعمل الشبكة عند معامل قدرة متقدم المنحنة ده من المنحنات المهمة جدا في دراسيك ان شاء الله سنادي ولما تخلص او كلين تعالوا نشوف مع بعض كمان تغذية الاقطاب صغيرة نسبيا فان المحرك يدور عند معامل قدرة متأخر ونلاحظ على المنحنة زيادة طيار الحمل كلما قل طيار تغذية الاقطاب بزيادة طيار التغذية يتحسن معامل قدرة ويقل طيار الحمل لا ادنى حد له عندما يكون معامل القدرة يساوي الوحدة بزيادة طيار التغذية الاقطاب يزيد طيار الحمل مرة اخرى ولكن في هذه الحالة ايوه يكون معامل قدرة متقدم وهذه مهمة جدا في تجريل المحرك محسن لمعامل القدرة ابنانا وبناتنا بهذا الثقال قد وصلنا الى نهاية حلقة اليوم كان فاضل فيها حاجة بسيطة جدا استعمالات المحرك التوافقي وبيستخدم في الالات التي تحتاج الى صرعات ثابتة ومنها على سبيل المثال مثل التكيفات المركزية ودي حنقول ان شاء الله في الحلقة القادمة يا رب نكون قد افدناكم وافدنا بانفسنا بإذن الله ويا رب وفاك جميعا وإلى اللقاء